ازايكم؟ في 2021 عملنا فيديو عن كوة الباسبور المصري بس دلوقتي الموضوع اختلف شوية لان الباسبور المصري اتقدم مراكز كويسة سنة 2015 كان باسبورنا بيدخلنا 49 دولة دلوقتي 66 دولة من غير تأشيرة من استفارة يعني دلوقتي حرفيا انا اقدر اقوم احضر الشنطة واطلع بالتسكرة على المطور فيلا دلوقتي نحضر الشنطة يعني دلوقتي نقدر ندخل 32% من دول العالم من غير فيزا سواء بقى بلاد ندخل من غير فيزا اصلا او فيزا عند الوصول او اونلاين فيزا طيب تعالوا ناخدهم واحدة واحدة لان ممكن تبقى بلد في اللي انا هقولهم دول تبقى هيا دي بلد اللي نفسنا نروح لها ونبسط هناك من غير الصداع بتاع اوراق السفارات فدلوقتي هقوللكوا ايه البلاد اللي ممكن ندخلها من غير فيزا خالص بربادوس بالدال مش بالتين دي بلد جميلة جدا هادية وبسيطة موجودة في الكريبي هي بس بعيدة شوية فهتبقى تذكرها غالية شوية بعد كده بنين داية بلد في غرب افريقيا مصر دايما هتلاقوها بتلعب منتخب يعني هناك وهي بلد ما بين البنين هي اصلا يعني هي دخلة على جفاف وفي حرب من بينها ما بين نايجر فبلاش في كمان دومانيكا دي برضو موجودة في الكريبي دولة جميلة هتلاقوها لها فيديوهات كتير موجودة على اليوتيوب وتشوفها قدية هي حلوة بس هي برضو مشكلتها ان هي بعيدة شوية عند الكريبي هناك في كمان جنبيا دي بلد صغيرة موجودة في غرب افريقيا في كمان برضو غينيا دي برضو موجودة في غرب افريقيا بس يعني هم عندهم اضطرابات ومظاهرات بتطلع وغير منظمة وفيها عنف فأنا منصحش بصراحة في بعد كده هي تي دي بلد فقيرة فيها حروب موجودة برضو في الكريبي مجلس الامن هيبعد قوات هناك لحفظ السلام يعني وحوار كده بس يعني في فعلا حاجات كويسة زي مثلا هون كونج دي حلوة واماني ايران كمان فتحوها السنة دي في ابريل لمصريين بس انا بصراحة مش عارف ممكن يبقى في مشكلة ولا لأ لو حد مصري راح ايران هل هيبقى في مشكلة احنا بالنسبة لنا كمصريين في مصري هنا ولا بصراحة بس هو في مشكلة هي محتاجة تصريح امني والتصريح الامني هناك بيطلبوا منكم الفيزا بتاعت البلد اللي انتوا رايحين لها وهي اصلا بلب من غير فيزا فتضطروا تروحوا السفارة عشان تجيبوا الفيزا بتاعتها فانا كده ما عملناش حاجة فلو انتوا تحت التمنتشر سنة او فوق خمسة واربعين سنة فتقدروا تروحوا عادي من غير تصريح امني اهانت يعني انا بالنسبة لي كلها خمس سنين الاردن برضو نقدر ندخلها من غير فيزا الاردن جميلة بس برضو محتاجين تصريح امني عشان نروح الاردن بس ماليزيا كمان نقدر ندخلها من غير فيزا برضو بس عايز تصريح امني بس كمان فلسطين او الاراضي المحتلة نقدر ندخلها من غير فيزا بس طبعا برضو عايز تصريح امني طب انا بجد دلوقتي عشان زهيت انا هقولكو البلاد اللي ينفع فعلا نروحها من غير فيزا وتكون كويسة يعني عشان مش جين نهزر طيب انا دولاتي هقولكو ايه هي لستة البلاد اللي ينفع ان ندخلها بفيزا اونلاين او بفيزا عند الدخول في المطار هناك بس اللي هي مفهاش مشاكل يعني هقولكو الدول بسيطة مفهاش اي حاجة ارمينيا ارمينيا حلوة وريبة شوية ومش محتاجة فيزا ومش محتاجة تصريح امني بوليفيا كوبا لبنان جزر الكمر في دول تانية انا مش حاولهم عشان مالهاش لازم ان اقولها بس هي بتبقى محتاجة اياما تصريح امني اياما بيبقى فيها حروب طيب انا نكدت عليكو انا اسف جدا اسبوع على خير واستنوني في الحلقة الجامعة بسعادة